والله الأمر قريب الأمر قريب للغاية حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله من سير نعله الذي يلبسه والنار مثل ذلك لماذا؟ لأن الموت يأتي بغتا الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا مريضا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الموت يأتيك بغتا لا تدري متى تموت إذن العاقل إذا عرف أن الموت يأتيه في أي وقت في أي حال العاقل يحاسب نفسه ويستقيم على طاعة ربه جل وعلا وإذا جاءك الموت انتهت حياتك وهذه الحياة البرزخية التي ستعيشها بين الدنيا والآخرة كأنها رقدة كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الموسلون ثم تسمع الصاخة التي تصخ أذنيك فتقوم من قبرك تنفض التراب عن رأسك تقوم بعريك وذلك وترى ساعة أمامك الله أكبر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد دين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون تأمل كيف هذه الأعمار التي عشناها في الدنيا تصبح يوم القيامة وكأنها ذكريات كأنها سويعات ولم يبق منها إلا الحسنات والسيئات وهذا أمر يشعر به الإنسان في حياته الآن كل واحد مننا لو يغمض عينيه ويراجع ملف حياته عشرين سنة أربعين سنة ستين سنة سبعين سنة التي عاشها كأنها أحلام كأنها ذكريات وانتهت كنت في المدرسة وذهبت إلى الجامعة وعملت وتزوجت وهانا الآن مرت علي أربعون سنة خمسون سنة ستون سنة فلا تغتر لا تغتر بالدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير حتى أثر في جنبه فأشفق عليه أصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء يعني ثراشا لينا تنام عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها هكذا الدنيا ثم رساليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر